السلام عليكم انهيار حفرة على خمسة أشخاص أثناء التنقيب عن الكنز لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار مغربية يشهد حي القنارية بالمدينة العتيقة لمراكش في هذه الأثناء من مساء يومه الثلاثاء 25 يوليوز حالة استنفار بعد محاولة خمسة أشخاص استخراج كنز مفترض من داخل أحد المنازل بالحي المذكور وحسب مصادر من عين المكان فقد تم اكتشاف محاولة استخراج الكنز من المنزل المتواجد في درب القنارية الجديد بعد أيام من الحافر وذلك بعد مصرع اثنين من المنقبين داخل النفق الذي تم حفره في ظروف غامضة وقد انتقلت لعين المكان السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية البهية وعناصر الدائرة الأمنية الرابعة ومصالح الوقاية المدنية حيث تم توقف شخصين ونقل ثالث للمستعجلات بعد تعرضه للإغناء يعني استنفار أمن كبير لكل يتساءل فعلا والتي كانت السبب هي الأشغال الأشغال اللي بنا لتسببات في وفاة شخصين وإصابة وقصر لشخص آخر على مستوى الكاتف أو أنه يعني هذه الحادثة أو الواقعة يعني تترتبط ببحث عن كنز مفقود تتركوا في القناة